موسيقى خلال جولته بشرم الشيخ مدبولي يتفقد أصول الحفلات المشاركة في مؤتمر كوب 27 ويوشيد بجودة المنظومة الدفاع الروسي تعلن تدمير مغزون من الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية غربي أوكرانيا وزلينسكي يعد شعبه بالانتصار في مواجهة روسيا منطقة اليورو تسجل عجزا تجاريا قياسيا مع ارتفاع أسعار الطاقة أسالسة مساء في القاهرة الوحيدة بتوقيت جريمتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التفذور المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى تفقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي نقطة تجمع للحافلات الكهربائية وأخرى تعمل بالغز الطبعي في مدينة شرم الشيخ والتي ستشارك في حركة التنقلات خلال نعقاد مؤتمر المناخ القادم كوب 27 وخلال زيارته لمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر أشهد رئيس الوزراء بجودة وإمكانات هذه المنظومة التي ترعي أصحاب الهمم والأطفال كما تفقد مدبولي عددا من الدراجات التي سيتم إثاحتها بالمدينة وفق نظم مؤمنة للتحصيل ورصد مصارات تحركها للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مدينة شرم الشيخ مرسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد داداني في أصورة حول آخر الاستعدادات في مدينة شرم الشيخ وجولة رئيس الوزراء هناك نعم في ثاني أيام جولاتي لرئيس الوزراء هنا في مدينة شرم الشيخ اختفقد رئيس الوزراء اليوم عددا من الأوتوبسات الصديقة للبيئة والتي يتم تخصيصها لنقل زوار ورواد مؤتمر قيمة كوب 27 والمقرر إجرؤها في السادس من نوفمبر المقبل بمشيئة الله تعالى نحن نتحدث عن 260 حافلة منها 120 تعمل بالغاز الطبيعي و140 تعمل بالكهرباء وهناك أيضا محطات لشحن هذه الأوتوبسات هناك خمس محطات للغاز وأوتوبسات الغاز وأيضا محطة واحدة وهي أكبر محطة في منطقة الشرق الأوسط لتغذية الأوتوبسات الكهربائية وهي يمكنها شحن 140 أوتوبيس في آن واحد تفقد معالي دولة رئيس الوزراء هذه الأوتوبسات وأشاد بالمنظومة وحجم الإنجاز الكبير الذي يتم فيها وفي هذه النقطة أشير إلى أن هذه الأوتوبسات هي أوتوبسات دكية تحتوي على العديد من أحدث التكنولوجيات منها USB, GPS وكذلك خدمة الواي فاي وبالتالي نحن نتحدث عن أوتوبسات دكية أوتوبسات صديقة للبيئة لأنها تعمل سواء بالقهرباء أو بالغاز الطبيعي في هذه النقطة أيضا وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد والتي رافقت دولة رئيس الوزراء في جولته اليوم في مدينة شرم الشيخ أكدت أن هناك 24 موقف لهذه الأوتوبسات وسوف يتم تحميل أو نقل زوار المؤتمر بالمجان طوال أيام فترة قمة المناقب 27 بعد ذلك توجه دولة رئيس الوزراء عقب أن شاهد هذه المنظومة الزكية من الحافلات الكاربية والتي تعمل بالغاز الطبيعي توجه إلى مدينة سانت كاترين وهناك افتتح أو استهل زيارته بزيارة لمطار سانت كاترين والذي أيضا شاهد مجموعة من التجديدات وأيضا قام بزيارة مركز الزوار وهو موجود في مدخل مدينة سانت كاترين حيث تم رفع قفاءته أيضا لاستقبال الضيوف أيضا بالأمس كانت جولة رئيس الوزراء التي بدأها أيضا بمطار الشرم الشيخ الدولي واستعمع أيضا لشرح تفصيلي عن التحديثات والتجديدات التي شاهدها مطار الشرم الشيخ هنا في مدينة شرم وبعد ذلك توجه إلى المنطقة الخضراء وكان يرافقه أيضا الدكتورة ياسمين فؤاد المحافظ جنوب سيناء لواء خالد فودة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وشاهد حجم الإنجاز الذي تشهده المنطقة الخضراء بالكامل وفيها حديقة السلام وفي هذه النقطة أيضا أكدت وزيرة البيئة أنه تم تقديم طلبات تصل إلى 268 طلب لحجز أماكن مخصصة في المنطقة الخضراء والتي ستقام فيها فعاليات أيضا على هامش قمة المناقب بعد أن تفقد رئيس الوزراء المنطقة الخضراء توجه إلى المنطقة الزرقاء والتي تديرها الأمم المتحدة وشاهد أيضا سير العمل في الملحقات أو القاعات الملحقة بمركز المؤتمرات الدولي وفي المساء أيضا قام بزيارة للممشى السياحي الجديد والذي مقام هنا حديثا في مدينة شرم الشيخ وتمل انتهى منه بشكل كبير ويقام على مسافة 6 كيلومترات وبعد ذلك توجه إلى الممشى الجديد أيضا في خليج نعمة والذي أيضا شاهد عمليات تطوير مؤخرا لجذب رواد مدينة شرم الشيخ خاصة خلال فعاليات قمة المناقب 27 نعم إذن مدينة شرم الشيخ مدينة السلام ازدهرت وتزينت لهذا العرس العالمي كوب 27 أشكرك أحمد الحسيني مرسل التلفزيون المصرية كما أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أنه تم بدء تحريك الحافلات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء إلى مدينة شرم الشيخ لنقل الوفود المشاركة خلال فعاليات قمة المناخ وحيث تشارك الوزارة بـ 210 حافلات وذلك بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي ومحافظتي القاهرة والأسكندرية وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تحريك حوالي 113 حافلة من بينها 60 حافلة تعمل بالغاز الطبيعي و53 حافلة تعمل بالكهرباء مشيرا إلى أن هذه الحافلة تم تركيب الهويات البصرية لها بعد استلامها وكذا استصدار الترخيص اللازمة وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تدليل أي معوقات والالتزام بالبرنامج الزمني والمهام المحددة لجميع الجاهة المشاركة في هذا الملف وصرعة نقل باقي الحافلات الجديدة إلى شرم الشيخ وإنهاء الترخيص أكد وزير الخارجية رئيس المعيال الدورة 27 لمؤتمر أتراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سامح شكري أكد أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أصبحت هذا العام ذات دلالة أكثر من المعتاد وأن قدرة العالم على التعاون في مجال المناخ أصبحت على المحد مشددا على ضرورة العمل بشكل متكامل لتحقيق تحول عادل ومنخفض للانبعاثات الكربونية ومقاوم لتغير المناخ وفي مقالة له نشرت على مدونة وزارة الخارجية حول حجر التمويل لعمل المناخ الدولي قال وزير الخارجية أن اتفاق باريس الذي يوجه عمل المناخ الدولي هو بمثابة صفقة كبرى حيث توفقت الدول النامية على تقديم إسهاماتها العدلة لمعالجة أزمة لم تتسب فيها في مقابل الدعم المالي الذي تحتاجه لاستكمال عملها في المستوى المحلي مع السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وشدد شكري على أنه رغم تصعد أسعار الغذاء والطاقة والتوترات الجيوسياسية فإن أزمة المناخ طاغية فموجات الحرارة المرتفعة والجفاف والحرائق والعواصف وارتفع مستويات سطح البحر وكذلك تدهور الأراضي والتصحر والفادانات تدمر المجتمعات في جميع أنحاء العالم وتقضي على العديد من مكاسب التنمية أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على قوة ورسوخ العلاقات بين مصر وكوتيفور مع التطلع للارتقاء بتلك العلاقات التاريخية إلى أفاق أرحب وخلال لقائه برئيس الجمعية الوطنية الإفوارية أداما بيكتوغو أشار رئيس مجلس النواب إلى تسعي مجالات التعاون المشترك في إطار حرص مصر على تفعيل صيغ التعاون الجنوبي الجنوبية مشيرا في هذا الإطار إلى الدعم الذي تقدمه مصر الأشقاء في كوتيفور لجميع التخصصات التي تدعم التنمية بمفهومها الشامل ومن جانبه أشهد رئيس الجمعية الوطنية الإفوارية بالنموذج التنموي المصرية خاصة في مجال البنية الأساسية وتطورها التقى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس الجمعية الوطنية السربية فلاديمير أرليتش وذلك على همش مشاركته في أمال الجمعية المائة خمسة وأربعين للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على العلاقة التاريخية بين القاهرة وبالجراد ولسيما دورهما في تأسيس وقيادة حركة عدم للحياز مشيرا إلى جهود مصر لإنجاح مؤتمر الدول الأطراف في تفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 ومؤربا عن ترحيبه بالمشاركة الصربية رافعة المستوى المرتقبة في تلك القمة كما استعرض مساهمة مصر في نتائج المؤتمر من خلال تحويل تعهدات والوعود إلى تمثيل فعلي على الأرض خلال احتفال القوات الجوية بعيدها التسعين على نشأتها أكد قائد القوات الجوية الفريق محمود فؤاد عبد الجواد أن قوات الجوية تمارس مهامها بكل عزيمة وإصرار ووفقا لأحدث نظم القتالية العالمية لتكون دائما على استعداد نتام للدفاع عن سماء مصر وأهن الفريق محمود فؤاد عبد الجواد رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية الذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة بمعركة المنصورة في عرينهم يترقبون والانطلاقهم متأهبون هم عنوان الكبرياء أسطورة حية لا تراهم إلا في السماء إنهم القوات الجوية المصرية نصور السماء تحتفل القوات الجوية بعيدها التسعين على نشأتها حيث أكد الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية أن القوات الجوية تتمارس مهامها بكل عزيمة وإصرار وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية لتكون دائما على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر وهنأ رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية والذي يوافق ذكرى يوم الرابع عشر من أكتوبر لعام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين والذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة بمعركة المنصورة جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجوية مشرفني أن ألتقي بكم في ذكرى أيام خالدة سطر فيها نصول قوات الجوية أمجادا وبطولات نعتز ونفتخر بها حين خاضوا في يوم الرابع عشر من أكتوبر عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين أطول معركة جوية عرفها التاريخ العسكري الحديث استمرت لأكثر من تلاتة وخمسين دقيقة في سماء المنصورة تحدوا فيها المستحيل متسلحين بإيمانهم فتمكنوا من هزيمة العدو وإسقاط العديد من الطائرات وإجبارها على الانسحاب ليكون يوم الرابع عشر من أكتوبر من كل عام أيضا لقوات الجوية وأكد قائد القوات الجوية على الدعم المستمر الذي تليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير وتحديث إمكانات القوات الجوية بما يعزز قدرتها لتصون وتحمي مقدرات الوطن وبرؤية ساقبة وتغدير متوازن من السيد الرئيس على فتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة أصدرت توجيهات بضرورة تطوير إمكانيات القوات المسلحة ومنها القوات الجوية مع التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لتنوية مصادر السلاح كما يسرني أن يتوجه بجزيل الشكر لقيادة العامة لقوات المسلحة على دعمها الدائم والمستمر لقوات الجوية ورجالها فشهدت القوات الجوية في السنوات الأخيرة تطويرا وتحديثا هائلا وغير مصبوغ بالاندمام المستمر لترازات جديدة ومتطورة من الطائرات والهليكوبتر والأنزمة والمعدات المختلفة مما كان له بالغ الأثر في زيادة قدرات وإمكانيات القوات الجوية لتكون قادرة على أداء كافة المهام موشيدا بما يبذله رجال القوات الجوية من بطولات وتضحيات لحماية سماء مصر الغالية على كافة حدودها الاستراتيجية فأصبح بفضل الله لجيش مصر قوات جوية أبية تعمل على مدار الساعة وفي مختلف الظروف الوصول إلى أبعد مدى وفي أسرع وقت لتأمين المصالح المصرية في ظل كافة التحديات والتهديدات الراهنة قادرة على رضع كل من تسول لها نفسه تجاوز الخطوط الحمراء التي لسمتها الدولة المصرية ويشرفني أن أتقدم بخلص الشكر وعظيمة تقدير لرجال القوات الجوية على الأداء المتميز والمستوى الراقي في تنفيذ ما كلفوا به من مهام خلال الفترات السابقة وحتى الآن وطالبهم بمواصلة العمل ليلا ونهارا لاستمرار تحقيق النجاحات التي يحققها نصور القوات الجوية بكل كفاءة واقتدار إن رجال القوات الجوية الذين يعتزون بالإنجازات العظيمة التي تحققت في ماضيهم وحاضرهم هم دائما موضع فخر واعتزاز شعبهم يعاهدون الله أن يظلوا عند حسن الظن بهم وعلى أهبة الاستعداد دائما للزود عن سماء مصر وترابيها المقدس ملتزمين بخيم ومبادئ العسكرية المصرية الأصيلة أو فيا ليمين الولاء لوطنهم يحمون سمائه ويصنون مقدراته وكرامته افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والذي يستمر حتى 22 من أكتوبر الجاري بمناسبة الاحتفال بذكرى التاسع والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة يضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعوضية والمعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين وتحرس الجمعية على تنظيم مثل هذه المعرض بشكل دوري لتقديم أعمال الأعضاء من دوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والمشاركة في تسويقها حضر الاحتفال أعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين وأعضاء الجمعية من قدام المحاربين ومصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء نظمت القوات المسلحة زيارة الوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعددا من الأصفراء الأفارقة ورجال الأعمال من دولة نيجوريا وذلك إلى المركز الطبي العالمي وللتعرف على الإمكانيات الطبية المتطورة داخل المركز وبدأت الزيارة بعرض الفيلم التسجيلي تناول الإمكانيات الهائلة داخل المركز الطبي العالمي والذي يعد أحد أهم الصروح الطبية بالقوات المسلحة بما يمتلكه من وسائل طبية وتكنولوجية متطورة في جميع التخصصات الطبية وشملت زيارة تفقد الوفد لعدد من الأقسام داخل المركز شملت المعمل وأجنحة المرضى وغرفيهم وكذلك الرعاية المركزة والفندق ومبنى الأشعة ومبنى الأورام ومن جانبهم عبر سفراء الدول الأفريقية عن تقديرهم لجهود القوات المسلحة في جميع المجالات مؤكدين أن زيارتهم للمنشآت الطبية بالقوات المسلحة تسهم في التعرف على كل ما هو جديد في المجال الطبية توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السهر الرسمي وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 433 قضية تموينية وعينا بمضبوطات بلغت أكثر من 94 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 48 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد الباية بأزيادة من السهر الرسمي لاستلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 46 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 720 قضية من بينها 46 قضية خبز ناقص للوزن و61 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط أربع عشرة قضية بمضبطات بلغت قرابة 322 طن يترأس محافظة البنك المركزي حسن عبدالله الجلسة العامة لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أول إنعقاد لها بعد ثلاث سنوات من التوقف بسبب تدعيات تفشي فيروس كورونا الجلسة العامة تأتي ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من بين العاشر حتى السادس عشر من أكتوبر الجاري ويشارك بالجلسة التي يرأسها محافظة البنك المركزي رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستيلينا جورجيفا وبحضور ما يزيد عن ثلاثة ألاف مسؤول يمثلون 189 دولة من محافظة البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والتخطيط والطاقة وبرلمانيين وكبار المسؤولين من القطاع الخاص وممثل منظمات المجتمع المدني وكبار الخبراء الاقتصاديين بالعالم وتشارك مصر بقوة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي والذي يأتي إنعكاسا لدورها المحوري والرئيسي بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومساهمتها الفاعلة في كافة جهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن والسلم العالمي كما حظيت مصر بإشادات عديدة من كبار المسؤولين المشاركين في اجتماعات الخريف هذا العام خاصة تلك المتعلقة بإدارة السياسة النقدية ومكافحة التضخم وتدبير الحماية الاجتماعية وجهود مكافحة تغير المناخ في العراق انتهت فترة التعصر في اختيار رئيس الجمهورية العراقية ونجحت بغداد في اختيار رئيس جديد لها فقد تم انتخاب عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق بعد عام من الانسداد السياسي الذي أعقب الانتخابات البرلمانية في العراق وتعزر القوى السياسية في تشكيل حكومة انتخب عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق فبعد قولتي تصويت احتضنه البرلمان العراقي فاز عبداللطيف رشيد بحصوله في جلسة التصويت الثانية على مائة واثنين وستين صوتا مقابل تسعة وتسعين صوتا لمنافسه برهم صالح من اجمالية عدد المقترعين البالغ مائتين وتسعة وستين وفي اعقاب قلستي التصويت ادى عبداللطيف رشيد اليمين الدستورية ليصبح الرئيس العاشر للعراق هذا وقد توالت ردود الفعل المهنئة اذ اعرب الرئيس العراقي السابق برهم صالح عن تمنياته للرئيس العراقي الجديد بالنجاح والتوفيق في مهام عمله كما قدم الكازمي التهنئة داعيا جميع القوى السياسية الى التعاون وتوفير الدعم له وفور فوزه بالرئاسة كلف الرئيس العراقي الوزير السابق مهم الشايع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة الذي اعرب بدوره عن امله بتشكيل حكومة باقرب وقت واكد ان تكليفه لكونه مرشح كتلة الاكسرية في البرلمان عبداللطيف رشيد ينحدر من مدينة السليمانية بكردستان العراق وهو وزير الموارد المائية العراقية السابق ورغم ان منصب الرئيس في العراق شرفي الى حد كبير لكن التصويت على اختيار رئيس خطوة مهمة في العملية السياسية اذ انه يدعو مرشح اكبر كتلة برلمانية الى تشكيل حكومة وعد الرئيس الاوكراني بلودمير زيلينيسكي شعبه بانهم سينتصرون في مواجهة العملية العسكرية الروسية على اوكرانيا واشد الرئيس الاوكراني بشجاعة الاوكرانيين مؤكدا ان صواريخ الروسية ما زالت قادرة على دفع الاوكرانيين الى الملاجئ ولكن لا احد من شعبنا يرتجف هناك يرى العالم ان الاوكرانيين لا يفقدون انسانيتهم تحت اي ظرف من الظروف العدو يهاجم مدننا ولكن لا يهاجم كرامتنا ابدا لقد احرقوا متحف اسكوفوردا وعشرات الكنائس ومئات المدارس ورياض الاطفال لكنهم لا يستطيعون فعل اي شيء ضد فلسفتنا لا تزال الصواريخ الروسية قادرة على دفع الاوكرانيين الى الملاجئ ولكن لا احد من شعبنا يرتجف هناك نحن ندافع عن حريتنا وعن ارواحنا وعن ارضنا عن كييف وعن زابوريجيا وعن اوديسا وعن دينيبرو وعن ميكولايف وما لم نتنازل عنه وسنحميه دائما خرسون ودونسك ولوهانسك وشبه جزيرة القرن هذا وقد اعلن وزير الدفاع الاوكراني اليكسي ريزينكوف ان الولايات المتحدة الامريكية والمانيا ستسلم اوكرانيا انظمة دفاع جوي هذا الشهر واوضح وزير الدفاع الاوكراني ان روسيا استخدمت ثلث مغزونها من الصواريخ بعيدة المدى منذ بداية الحرب وهذا سيؤدي لهزيمتها من ناحية اخرى اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان اسلحة روسية عالية الدقة استهدفت مراكز قيادة للجيش الاوكراني ومحطات للطاقة في كل من كييف وخركوف وفي المقابل اكدت الدفاع الروسية في بيان لها ان اسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى تم اطلاقها من البحر واستهدفت ترسانة من الاسلحة في قرية برودي في مقاطعة لفيذ حيث تضم كمية كبيرة من الاسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة الواردة من الدول الغربية الى ذلك اعلنت الحكومة الروسية انه من المقرر الانتهاء في يوليو من عام 2023 من اصلاح جسر لشبه جزيرة القرم الذي تضرر في انفجار الاسبوع الماضي وكانت روسيا قد ألقت بمسؤولية تضرر جسر القرم على اوكرانيا بينما احتفل مسؤولون اوكرانيون بالتفجير لكن كييف لم تعلن مسؤوليتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كما اعلنت السلطات الاوكرانية ان قصفا صاروخيا روسيا استهدف مدينة سبورجيا الواقعة جنوبي البلاد واضفت السلطات ان القصف تسبب في احداث خسائر مدية بالمدينة الى انها لم تشر الى المزيد من التفاصيل حول ما اذا كان هناك ضحايا جراء هذا القصف ام لا ذكرت وزارة اعادة دمج الاراضي في اوكرانيا ان القوات المسلحة الاوكرانية حررت اكثر من 627 منطقة من المناطق التي كانت خاضعة للجيش الروسي الشهر الماضي بما في ذلك 75 منطقة تابع لاقليم خيرسون الاستراتيجية وفي بيان لها قالت وزارة ان مساحة الاراضي الاوكرانية المحررة زادت بشكل ملحوظ موضحة ان الجيش الاوكراني استطاع تحرير 552 منطقة كانت القوات الروسية قد سيطرت عليها خلال الشهر الماضي واشارت الى انه تم تحرير حوالي 502 منطقة سكنية شمال شرق اقليم خاركيف كما شهد اقليم دونساك متحرير 43 منطقة وتحرير 7 مناطق فلوهانسك اعلنت موسكو فتح تحقيق جنائي فيما زاعم عن قصف اوكراني لمنطقة حدودية روسية اصفر عن سقوط قتل وجرحة واوضحت موسكو ان اقذائف من اوكرانيا دمرت مستودع ذخيرة في منطقة بيل جورد الروسية متهمة اوكرانيا بشني ضربات على مناطق حدودية طالت مدرسة ومبنى سكني وكذلك محطة للكهرباء فرعية وقال حكم اقليم بيل جورد ان رحلات القطرات تم تعليقها في ساعة مبكرة اليوم بالقرب من نوفي اسكول بعد سقوط شضايا صاروخ بالقرب من خط للسكك الحديدية قالت بريطانيا ان قوات مدعومة من روسيا حققت تقدما تكتيكيا في الايام السلاسة الماضية نحو وسط بلدة بخموت الاستراتيجية في منطقة دونسك شرقي اوكرانيا ومن المرجح ان تتوغل في القرى جنوبي البلد وذكرت وزارة الدفاع البريطانية ان المجموعة العسكرية الخاصة المعروفة باسم المجموعة فاغنور من المرجح ان تظل مشاركة بكثافة في القتال في بخموت وقالت الوزارة ان روسيا واصلت عمليتها الهجومية في وسط منطقة دونباس وتحقق تقدما بطيئا للغاية قال وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن ان اوروبا تواجه اكبر تحدي امني لها منذ الحرب العالمية الثانية نتيجة تصرفات الرئيس الروسي بلاديمير بوتين والتي تشمل الهجمات الوحشية الاخيرة على اهداف مدنية في اوكرانيا وفي ختام اجتماع وزاري لحل في شمال الاطلسية اضاف اوستن ان هذا التحالف للدول الحرة يقف معا لادانة التدخل الروسي غير القانوني وغير المبرر لاوكرانيا مشيرا الى ان بوتين اعتقد ان بامكانية غزو جاره المسالم بسهولة ولكن العملية العسكرية الروسية الان في شهرها السامن وجدد اوستن التأكيد على ان نيتو لا يسبب اي ضرر لروسيا موضحا ان نيتو يوصل تأكيد انه لن ينجرى الى حرب تختارها روسيا لكنه سيقف الى جانب اوكرانيا وهي تقاتل للدفاع عن نفسها الى ذلك اكدت منظمة الصحة العالمية من جديد التزامها بمساعدة اوكرانيا بعد قرابة سمانية اشهر من العملية العسكرية الروسية عليها وقال المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانزيك لوج ان تصعيد حالة تطور انسانية يتطلب تصعيد الاستجابة الانسانية واوضحت للمنظمة انها تأكدت من وقوع 620 هجوما على البنية التحتية للرعاية الصحية منذ بدء الازمة في فبراير اشتركوا في القناة اكد رئيس الروسية فلاديمير بوتين ان هناك جهود مكثفة لانتقال بلدان رابطة الدول المستقلة الى تعامل بالعملات الوطنية وفي كلمته خلال الجلسة المصغرة لمجلس قادة بلدان رابطة الدول المستقلة اشار بوتين الى وجود تعاون بين رابطة الدول المستقلة ومنظمة شانغهاي للتعاون خاصة فيما يتعلق بمكافحة الارهاب مؤكدا ان هذا التعاون سيساعد ايضا في توطيل التجارة بين البلدان وتهيئة الظروف لتعزيز الاتصالات في هذا المجال فضلا عن اعلان العواصم الثقافية في الرابطة سجلت منطقة اليورو اكبر عقز تجاري لها خلال اشهر اغسطس الماضي حيث ارتفعت فطورة الواردات مع ارتفاع اسعار الطاقة وذكر مكتب احساءات لتحد الاربية ذكر ان ميزان السلع التجارية لمنطقة اليورو مع بقية العالم تراجع في اغسطس بنحو 51 مليار يورو وهو اعلى عجز مسجل منذ انضمام لتوانيا للمنطقة في عام 2015 وقد ارتفع العجز بشدة منذ يوليو وبلغ 34 مليار يورو ليسجل تراجع للشهر العاشر على التوالي في تحول كبير للتكتل التجاري الذي كان يسجل عادة فائدا تجاريا كبيرا اعلنت وسائل اهلا من بريطانية اقالة وزير المال البريطاني كواسي كوارتينغ من منصبه وقال وزير المالي البريطاني انه استقال من منصبه بعد ان طلبت منه رئيسة الوزراء لستراس التنحي مشيرا الى انه يدعم رؤي تراس لمواجهة الازمة التي تمر بها بريطانيا وهذا سيساعدنا في ميزانياتنا التي ستقوم وسنفعل كل ما في وسعنا لنضمن باننا سنتمكن من تجاوز هذه الازمة ايضا سنضمن بان اموال الضرائب ستدفع في الاماكن المخصصة لها والجيدة وبان الحصول على قيمة جيدة سيكون مقابل المال لقد التقيت طبعا وزير المالية السابق اليوم وكنت اسفة بان افقده انه صديق رائع وهو يتقاسم رؤيتي لان نضع بلدنا على طريق النمو اليوم لقد طالبت من جيريمي هانت ان يكون وزير المالية الجديد وهو احد الناس الاكثر خبرة والاكثر احتراما بين البرلمانيين وهو ايضا يتقاسم طموحي ورؤيتي لبلدي وهو سيقدم طبعا الخطة على المدى المتوسط في منتصف هذا الشهر وهو سيعمل على مساعدة العائلات وخاصة في ضماني ان لا تكون اسعار الفواتير فواتير الطاقة مرتفعة في هذا الشتاء وسنعمل ايضا على اتخاذ اجراءات الاصلاح التي يحتاجها بلدنا نحن طبعا علينا ان نفكر في الاجيال المقبلة لتكون هناك وظائف جيدة وجديدة ولنخفف عبء الديون لقد تحركت بطريقة حاسمة اليوم لان اولويتي هي ضمان استقرار بلدنا الاقتصادي كرئيسة الوزارة ستحرك دائما من اجل مصلحة البلد وهذا دائما هو اولويتي اود ان اكون صريحة هذا صعب ولكننا سنمر عبر هذه العاصفة وسيكون هناك نمو سيجلب للزهارة لبلدنا لاجيال مقبلة والان ربما اخذ الاسئلة ابدأ مع بن ريلي سميث من التليغراف رئيس الوزارة يوم صعب لماذا هل يمكن ان تقول انه يمكن ان تبقيك رئيسة الوزارة انا عزمة بكل تأكيد على ان احقق ما وعدت به بان يكون هناك نمو اعلى ويكون هناك تكون المملكة المدحدة مزاهرة اكثر لنعبر هذه العاصفة فلقد قدمنا ضمانات كما قلت حتى لا يواجه الناس هواتير باهظة في هذا الشتاء ولكن بسبب المشكلات الموجودة امامنا ولانني تحركت بطريقة حاسمة وهذا حتى يكون هناك استقرار اقتصادي لان هذا مهم جدا بالنسبة للشركات ولكل الناس في بلدنا اردت طبعا ان تخفض الضرائب وايضا بشأن طبعا خفض العديد من الضرائب فطبعا ان تقدت خطتكم فكيف يمكن ان تبقي في السلطة اولويتي هي ان نضمن باننا سنحقق الاستقرار الاقتصادي الذي يحتاجه بلدنا ولهذا اتخذت طبعا هذه القرارات الصعبة او القرار الصعب الذي اتخذته اليوم المهمة هي نفسها نحن بحاجة لان نرفع نمو مستوى نمو اقتصاد بلدنا وعلينا ان نساعد كل المواطنين وايضا نقدم ضمانات للناس مع ارتفاع اسعار الطاقة وايضا علينا ان نضمن بانه سيكون هناك استقرار الاقتصادي وعلي ان اتحرك من اجل مصلحة البلد كرئيسة وزراء حسنا بالنظر الى كل شيء وما حدث ما هي المصداقية التي لديك لتستمر في رئاسة الوزراء تابعنا مع حضراتكم جانبا من المؤتمر الصحفي الذي عقدته رئيسة الوزراء البريطانية لستراس وللمزيد ينضم الينا عبر الهاتف من لندن الخبير في الاقتصاد السياسي احمد ياسين بداية بعد التحية تابعنا مع حضرات جزءا من مؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء البريطانية لستراس وذلك حول التغيرات في الخطة الاقتصادية كيف تتابع ذلك بالتزامن مع التغيرات في الكابينة الوزارية لتراس يعني كان من الواضح جدا منذ اختلام لستراس مقاليد الحكم في بريطانيا وتقديمها من خلال وزير الخزانة الذي تم استبداله بجرمي هند كان من الواضح جدا ان الحكومة تتخبط وتواجه وضع غير سليم كليا انطلاقا من الردود الفعالي القوية من الاسواق وتراجع قيمة الجنيه الاسترليني وكذلك ايضا انتقادات لاذعة من قبل اعضاء حزب المحافظين خاصة من قبل باك بنشرز في البرلمان البريطاني يعني كل هذه التطورات كانت تشير بوضوح الى ان الحكومة سوف تواجه تحديات كبيرة جدا وقد قلصت لستراس هذه التحديات من خلال طردها لوزير المالية السابق لانها لو بقيت متمسكة به وبخطته للخفض الضريبي لكانت هي من سيواجه هذا المصير لذلك يمكن قول واقعيا بان هذه الخطوة هي في المسارة الصحية ولكن يجب ان ننتظر حتى نرى الخطوات المقبلة من قبل الاستراس لان وضعها حاليا هو في غاية الخطورة ومستقبلها السياسي يعني بات على المحق ننتظر لنرى ماذا سوف يفعل جرمي هند كوزير للخزانة الجديد وما هي خطته الاقتصادية المقبلة البريطانيون يستعدون لشتاء شديد القصوة وبسبب أزمة الطاقة كيف يسهم التراجع المرتقب في تجديد الخطة الاقتصادية بتحسين أوضعهم؟ يعني ضمن الخطة التي قدمتها الاستراس قد يكون النقطة الإيجابية الوحيدة هي أنها قامت بتحديد ثقف لأسعار الطاقة المتمثل ب2500 جنيه سترليني سنويا يعني لو لا أنها لم تأخذ مثل هذه القطوة لكان ثقف أسعار الطاقة ارتفع لما يتجاوز 6000 جنيه سترليني وبالتالي كان سيكون لذلك تبعات اقتصادية خطيرة على نشاط المستهلك البريطاني انطلاقا من كون أسعار الطاقة يعني ترتبط بقطاعات اقتصادية أخرى وبالتأكيد مثل هذا السيناريو لو شهدناه من دون أن تقوم الحكومة بتحديد ثقف أسعار الطاقة لكان الوضع جدا جدا خطير وسلبي بالنسبة لبريطانيا صحيح حاليا نعم أكيد من المؤكد أن البريطانيون الآن مستعدون وينتظرون بشدة الخطة الاقتصادية الجديدة لليز تراث بشكر حدك شكرا جزيلا من لندن خبير الرفيل اقتصاد السياسي أحمد ياسين شكرا جزيلا لك هذا ويستعد البريطانيون لاحتمالات انقطاع الطيار الكهربائي عن طريق تغزين المولدات والمشاعر المحمولة بالإضافة إلى الملابس الشتوية والملابس الداخلية الحرارية والشمو وحضرت شبكة الكهرباء الوطنية من أن بريطانيا قد تواجه انقطاعا مخططا للطيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات عن المنازل وشركات هذا الشتاء إذا لم تستطع استيراد الكهرباء من أوروبا فصل الشتاء يقترب والقلق ينتاب البريطانيين من انقطاع متكرر للطيار الكهربائي الأمر الذي دفعهم للاستعداد للسيناريو الأسوأ خلال الأشهر القليلة المقبلة فبعد تحذير شبكة الكهرباء الوطنية من أن بريطانيا قد تواجه انقطاعا للطيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات يوميا عن المنازل والشركات هذا الشتاء حال عدم تمكنها من استيراد الكهرباء من أوروبا أو حتى توفير الغاز الكافي للشركة الوطنية استعد البريطانيون لشتاء شديد القسوة إذ تدافع المواطنون إلى تخزين المولدات والمشاعل المحمولة بالإضافة إلى الملابس الشتوية والملابس الحرارية والشموعي لمواجهة الأزمة ووفقا لبيانات إحدى أكبر شركات بيع التجزئة في مجال أدوات البناء فإن شراء البريطانيين للمولدات ازداد خلال الأيام الأحد عشر الأولى من شهر أكتوبر هذا العام عن مثلها من العام الماضي بمقدار 200.3% بالإضافة إلى زيادة 43% في مبيعات المشاعل بيانات شركة البريطانية تتفق مع تقرير هذا الأسبوع من إحدى شركات أبحاث السوق التي ذكرت أن البريطانيين يخزنون الشموع والأغطية الثقيلة خلال الفترة الحالية هيئة تنظيم الطاقة طالبت من الأسر البريطانية خفض استخدام الغاز والكهرباء قدر للمستطاع للمساهمة في تقليص التكاليف وتقليل احتمال قطع الكهرباء هذه المخاوف جاءت مصاحبة لزيادة الكبيرة في نسبة التضخم ومعاناة البريطانيين الذين يئنون من تكاليف المعيشة المرتفعة كما يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الكشف عن إجراءات لخفض أسعار المحروقات الأسبوع المقبلة وخلال زيارة إلى لوس أنجلس قال رئيس الأمريكي إن أسعار البنزين لا تزال مرتفعة للغاية ويجب مواصلة العمل لخفضها وشيرا إلى أنه سيعلن المزيد من الإجراءات بهذا الشأن خلال الأسبوع القادم وأكد بايدن أنه يتم العمل على خفض تكلفة الأدوية وتأمين الصحي وكذلك فواتير الطاقة مشددا على أن الحزب الديمقراطي يكافح من أجل طبقات العاملة ارتفع التضخم في الصين إلى أهل مستوى له في عامين خلال شهر سبتمبر الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار اللحوم والزيادة في أسعار الخضروط نتيجة لتأثير التقصي السيء على المزارعين وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصادات العالم بنسبة 2.8 من 10% على أساس سنوي في سبتمبر مقابل 2.5% في أغسطس الماضي التضخم تحول إلى ظاهرة عامة في جميع الاقتصادات حول العالم خاصة في ظل الأحداث المتلاحقة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن ففي الصين ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى في عامين خلال شهر سبتمبر الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار اللحوم والزيادة في أسعار الخضروات نتيجة لتأثير التقصي السيء على المزارعين البيانات الرسمية الصينية أظهرت أيضا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصادات العالم بنسبة 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر مقابل 2.5% في أغسطس الماضي السلطات الصينية أرجعت ارتفاع التضخم إلى موجات التقصي شديد الحرارة التي ضربت البلاد واستمرت لعدة أسابيع حيث تجاوزت الحرارة مستوى 40 درجة مئوية وتسببت في جفاف كبير خلال شهر غسطس في صيف يعتبر هو الأشد في الصين المكتب الوطني للإحصاء في الصين أوضح أن أسعار الخضروات التازجة قد ارتفعت بنسبة 6.5% نتيجة لانخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وثيقة الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية الجديدة التي صدرت مؤخرا ووصفت تضخم بأنه واحد من القضايا العابرة للحدود رأت أن الصين هي الدولة الوحيدة القادرة على إعادة تشكيل النظام العالمي بعد الأزمة الاقتصادية الحالية قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوكيول أن الاستفزازات العسكرية التي قامت بها كوريا الشمالية ليلة الماضية تنتهك الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين في سبتمبر من عام 2018 وصرح يون لوسائل الإعلام المحلية بأن حكومة كوريا الجنوبية تبذل قصار جهدها للاستعداد الكامل لما اسمه باستفزازات كوريا الشمالية يجب أن تدركوا جميعا أن كوريا الشمالية استخدمت مرة أخرى قواتها الجوية لشن احتجاجا عسكريا على منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية التي حددها جيشنا وشنت استفزازا عشوائيا للسواريخ الباليستية هناك العديد من المخاوف بشأن هذا لكن الحكومة تبذل قصار جهدها للاستعداد الكامل لمثل هذه الاستفزازات من قبل الشمال أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى بالتجاه مياه الشرقية كما أطلقت طائرات حربية بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية مما أثار المزيد من العدوات بسبب سلسلة تجارب الأسلحة التي أجرتها مؤخرا وقالت سول أيضا أنها اكتشفت أن بيونج يانج أطلقت نحو 170 طلقات مدفعية من مناطق ساحلية شرقية وغربية بالقرب من المنطقة الحدودية التوتر يتفاقم والقلق يزداد والأمور وصلت إلى طريق مزدود بين كوريا الجنوبية والجارة الشمالية إذ أطلقت بيونج يانج صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر كما حلق نحو عشر طائرات حربية تابعة لبيونج يانج على مقربة من حدود سول الأمر الذي دفع الجنوبية إلى إرسال مقاتلات إلى المنطقة التصعيد الكوري الشمالي جاء وسط توترات عسكرية متصاعدة في شبه الجزيرة على وقع سلسلة من تجارب الأسلحة التي أجرتها بيونج يانج وتعد هذه هي المرة الثانية التي تنفذ فيها طائرات حربية كورية شمالية طلعات خلال أسبوع مسؤول عسكري كوري جنوبي أكد أنه تم رصد المقاتلات أثناء تحليقها على مسافة 25 كم شمال الحدود بين الجارتين المتنازعتين متجاوزة الخط الذي يفعل بشكل طلقائي ردا من الجنوب بالمرصاد كانت سول متأهبة فكان الرد الفوري إرسال مقاتلات عسكرية من بينها F-35A كيم يونج أون الزعيم الشمالي صعد من لغة التحدي مع الجارة الجنوبية وقام بتجربة لصاروخ كروز الاستراتيجي بعيد المدى وأشرف هو عليها بنفسه وأكد خلال التجربة أن هذه الاختبارات عبارة عن تمارين نووية تيكتيكية تحاكي السيطرة على مطارات ومنشآت عسكرية في كوريا الجنوبية ولم تكتفي بيونج يانج بتجاربها بل أقرت بأنها تستهدف جارتها الجنوبية بوابلة من الأسلحة النووية التيكتيكية ليغلق بذلك الزعيم الشمالي أي دعوات للحوار أو المفاوضات مع سول على مدار الأيام الماضية وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية أمطرت سول سماء شبه الجزيرة بوابلة من الصواريخ على أهداف وهمية في بحر اليابان مستهدفة بهذه التجارب كوريا الشمالية تجارب صاروخية هنا وهناك تدريبات عسكرية ليتصاعد الغضب بين الجارتين ولا يلوح في الأفق أي حلول أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رد 23 طائرة وخمس سفن بحرية صينية في المياه الحدودية وفي بين لها أوضحت وزارة الدفاع التايوانية أن أربع مقاتلات صينية تجاوزت خط وسط مضيق تايوان ارتفعت حاصلة ضحايا الانهارات الطينية المدمرة التي اكتحت بلدة قريبة من العاصمة الفنزوالية كاركاس إلى 50 قتلا وأعلن وزير الداخلية الفنزوالي ريميغو سيبالوس أنه تم نشر حوالي 3200 شخص للمساعدة في جهود الإنقاذ والتطهير بالبلدة غمرت المياه منازلة في ميلبورن ومدن أخرى في جنوب شرق استراليا ومن المتوقع أن تظل الانهار مرتفعة بشكل خطير لعدة أيام قالت السلطات أن نحو 70 ساكنا طلب منهم مغادرة ضحية في شمال غرب ميلبورن إلى جنب المئات في ضحية بينالا وقالت خدمة الطوارئ في ولاية فيكتوريا أنها أجرت 108 عملية إنقاذ من فيضانات خلال 48 ساعة ماضية نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن منع طلاب من دخول الحرم الجامعي لعدم سداد المصرفات الدراسية وقام المركز الأعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي التي شددت على أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الحرم الجامعي والالتحاق بكليتهم حتى في حالة عدم سدادهم المصرفات الدراسية مشيرة إلى قيام الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية شباب التابعة لها لسداد المصرفات عن طلاب المتعثرين سواء كانت مصرفات دراسية أو مدن جامعية بشرط استفاء الأوراء المطلوبة تحت رعاية سيد انتصار السيسي قرنة السيد رئيس الجمهورية أعلنت وزيرة الثقافة نفين الكلاني عن بدء التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها السلسة والتي تنظمها وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة يبدأ التقدم للجائزة خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 31 ديسمبر القادم للفئة العمرية من 5 أعوام وحتى 12 عاما ومن 12 عاما حتى 18 عاما في مجالات مختلفة وتخصص جائزة واحدة للفائز في كل فرع بقيمة 40 ألف جنيه أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مصر تسعى للخروج بمؤتمر مناخ مستدام منخفض الانبعاثات الشمولي ويتيح الفرصة لمشاركة جميع الفئات وخلال لقائها مع سكرتير تنفيذي الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ سيمون ستيلا وذلك لبحث آخر مستجدات الأعداد أو الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 أشهدت وزيرة البيئة بشراكة البناء مع سكرتيرية الاتفاقية في الإعداد للمؤتمر لدفع العمل المناخية وبدوره أكد ستيلا أن مصر تبذل جهود المتميزة للخروج بمؤتمر مناخ ناجح ينطلق أسبوع القاهرة الخامس للمياه الأحد القادم تحت رعاية سيد رئيس عبد الفتاح السيسي ومن المقرر مشاركة ما يزيد عن ألف مشارك ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأسليب غير تقليدية وباستخدام التكنولوجيا الحديثة والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية افتتح محافظة القاهلية أيمن مختار النصب التذكاري الجديد للشهداء وميدان النصور في ذكرى عيد القوات الجوية بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد ووضع طائرة ميج 21 وهي من الطائرات التي شاركت في أطول معركة جوية في التاريخ معركة المنصورة الجوية ووجه المحافظة الشكرى والتقدير إلى الفريق محمود عبد الجواد قائد قوات الجوية على إهدائه لشعب الدقالي إحدى المقاتلات الجوية التي شاركت في معركة المنصورة وأكد مختار على أن قواتنا المسلحة هي درع مصر الواقي الذي يحقق لها الأمن والأمان ويتصدى لكل من تسول له نفسه المساس باستقرارها وأمنها إطار توجهات القيادة السياسية لتحسين الصورة البصرية للمحافظات نحن النهاردة بنحتفل بإنشاء النظم التسكري الجديد لمحافظة الدقالية وكمان افتتاح ميدان النصور تواكباً مع عيد القوات الجوية 14 أكتوبر عملنا تكلفة من خلال وزارة التقطيط ووزارة المالية تتخطى 400 مليون جنيه تطوير الشوائع الرئيسية بمركز المنصورة مركز المنصورة عاصمة الدقالية يمكن الناس في الدقالية مبسطين جداً الحمد لله بتوسعة الشوارع واللندسكيب والخضرة الموجودة وحتى كمان حركة السيولة في المور بيت منتظمة وبيت أحسن من أبريكاتي ولم يتبقى في نشرة ناس والتذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار خلال جولته بشرم الشيخ مدبولي يتفقد أسطول الحافلات المشاركة في مؤتمر كوب 27 ويشيد بجودة المنظومة الدفاع الروسي تعلن تدمير مغزون من الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية غربي أوكرانيا وزلناسكي يعد شعبه بالانتصار في مواجهة روسيا منطقة اليورو تسجل عجزنا تجارياً قياسياً مع ارتفاع أسعار الطاقة ختم نشط الثالثة دمدن في رعاية الله وأمنه شكراً لكم وإلى لقاء